موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع الثاني والعشرون من فبراير شباط 2019 تاريخ لا ينساه الجزائريون هو ذاك اليوم الذي خرجوا فيه بشيبهم وشبابهم ليقولوا لا للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة لم تعر السلطات أهمية كبيرة لصوت الشارع توالت المظاهرات بعد ذلك لتمتد إلى كل ولايات ومدن الجزائر وبقيت سلمية وضمت أطيافا وفئات شعبية واسعة ومتنوعة في السادس والعشرين من مارس أي بعد أكثر من شهر على بدء المظاهرات الشعبية دعا قائد الأركان الفريق جايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور والمتعلقة بشغور منصب الرئيس وأعلان عدم قدرة بوتفليقة على ممارسة مهامه الرئاسية بسبب المرض انقسم الجزائريون حول هذه الدعوة بين معارض ومشكك ومؤيد لكن الكثير من الشعارات كانت تطالب بتغيير جذري لكامل النظام السياسي ورموزه بمن فيهم الفريق جايد صالح بقي الإصرار والعزم ملازمين للجزائريين رغم التنازلات التي قدمتها السلطات إلى أن أتت مليونية الجمعة في 29 مارس دار الماضي وشددت على ضرورة الرجوع إلى المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات وهكذا كان قال الشعب كلمته وأجبر بوتفليقة على الاستقال قبل انتهاء فترة ولايته عمت الاحتفالات شوارع الجزائر وكتب شعب المليون ونصف المليون شهيد من جديد بأحرف من ذهب صفحات ناصعة من تاريخ الجزائر لكن القلق والترقب يبقيان سيدي الموقف ماذا بعد استقالة بوتفليقة؟ أي سيناريو ستتخذه الأحداث؟ هل ستفسد الأجندات الخارجية أحلام وطموحات الجزائريين؟ أم سيكون للجيش الكلمة الفصل؟ الجزائر إلى الجمهورية الجديدة هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نستضيف فيها من الجزائر السيد عبد المجيد من عصراء القيادي في حركة مجتمع السلم وأيضا من الجزائر سيد عبد الحميد العربي شريف العقيد المتقاعد في الجيش الجزائري ومن تونس الكاتب السياسي الجزائري سيد نصر الدين بن حديد أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيد عبد الحميد العربي شريف تابعنا اليوم بالطبع والكل تابع مظاهرات الشعبية في الشارع الجزائري وما زال الزخم موجود لدى المواطنين بالرغم من استقالة بوتفليقة الشعارات اللافتة التي رفعت اليوم هي معارضة الباءات الثلاث نتحدث عن السيد بن صالح بدوي وبالعيز مع حظ الألقاب يعني عن رئيس الحكومة رئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس الأمة ما أهمية استمرار هذه المظاهرات بشعاراتها شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام والصول الكريم شكرا لك ولكل ضيوف الكرام التي حاضرنا معنا أولا أود صح معلومة أنه لا يوجد أحد من طالب برحيل الجيش أو بقيادة الجيش هذا خطأ كبير لأن الشعب خارجه يهلل بالجيش وطن الشعب الذي موقف موقفا تاريخيا إلى الحراك إلى الشعب الجزائري على عكس كثير من الجيش تتقف إلى وجهه مع الأنظمة فالجيش الجزائري وقف مع شعبه لأن الشعب وحاظنت هذا الجيش وأن كل الجيش سيلي جيش التحرير هم أبناء الشعب هذا وكل طموحة الشعب يمطوح الجيش وهذا ما أكد عليه السيد الفريق نائب وزدي فارس أركان الجيش وطني الشعبي في عدة مناسبات اليوم بعدما أجباره بعد آخر اجتماع القادة القوات وقعت نواحي مع تحت إشراف السيد الفريق نائب وزدي فارس أركان الجيش وطني الشعبي ورسال قويلة ورسلات قدم رئيس جمهورية استقالته بعد هذه الاستقالة خرج الشارع بعدها فرحا على بكرة أبيه إلا أن بقيت من بين مطالب الشارع هي استقالة رموز النظام المعروفة وهي رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الدستوري هذه المطالبات الشعبية العارمة التي شملت كل ذلك هي طبعا مطالب شرعية ومن حق الشعب الذي يطالب وأن يأت من من يشاء على مستقبله فهو له الحق في ذلك ولا أحد يعترض على إرادة الشعبية فنريد الذهاب إلى جمهورية جديدة إلى مستقبل جديد لأبنائنا مستقبل الجزائر الجديدة فليكون للشعب ما يأراد كما كان له ما أراد في البطالب الأولى وسيكون له ذلك وربما هذا ما تعهد به سيد فريق نيب وزيد فارس أركان جيش بطن الشعبي بأنه سيسلم الشعب سيادته ويسترجع له أمواله فقط توضيحا لملاحظتك في البداية عندما يطالب الشعب برحيل كل رموز النظام الكل يعرف أن أحد أركان ورموز النظام أيضا كان السيد جايد صالح يعني رئيس هيئة الأركان هو ساعد بشكل أو بآخر على تمديد للعهدة الرابعة كما قيل كان موافق على العهدة الخامسة وأيضا رفعت شعارات شاهدنا الشعارات تلعب على مصطلح صاندو المادة المئة واثنين لا سيداتي لا يا سيداتي هناك فئة من تتبع إلى أركان نظام السابق هم من أرادوا تهيج الشارع ضد الجيش بطن الشعبي الجيش بطن الشعبي دائما كان متخدق مع الشعب والمغارطة سيداتنا الجيش بطن الشعبي منذ 2014 نأى بنفسه عن الصراعات في الجزائر وتكفل السيد الفريق نايم بوزن دفاع أشكال جوطن الشعبي ببناء قوات مسلحة ومحاربة الإرهاب ولم يكن له باع لا في التمديد ولا في الإطالة وفي العهدة الخامسة وهذه حقيقة التي اليوم يقف عليها الشعب الجزائري وليس كما أراد تروج لها البعض نعم وهذه نقطة مضيئة في الواقع تخسب للجيش نحن لا نتحدث عن الجيش كمؤسسة عسكرية الجيش كمؤسسة عسكرية موقفه مشرف بالتأكيد وتحية للجيش الجزائري بتاريخه بواقعه الحالي بالدور الذي سيلعبه في مستقبل الجزائر ونتمنى بالفعل أن يكون دور كما يتمنه الجزائريون ابقى معي لو سمحت سيد عبد الحميد أذهب إلى سيد عبد المجيد مناصرة حضرتكم سيد عبد المجيد في حركة مجتمع السلم وكأنكم تتخذون منزلة بين منزلتين في نوع من الاعتدال في مواقفكم ولكن في النهاية المعارضة واضح أنها غير موحدة اليوم الشارع الجزائري ما الذي يطالب به بمن فيهم أنتم كمعارضة وهل نتوقع أن نصل إلى خواتيم لصالح المتظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الشعب الجزائري بكل وضوح خرج ليفرح بإنجازه وفي نفس الوقت ليؤكد على ضرورة أن يذهب أيضا بن صالح وبدوي وبلعيز باعتبارهم رؤساء مؤسسات لها علاقة بالمرحلة الانتقالية الدستورية المنصوص عليها في المادة مئة وثنين الشعب لا يريد أن يرى هؤلاء لأنهم مرتبطين من نظام السياسي للرئيس السابق بوتفليقة يريد أن يرى وجه جديدة يطبئن من خلالهم على مسار هذه المرحلة الانتقالية التي ستدوم تسعين يوم ولكن من أهم مهمها أنها تنظم انتخابات رئاسية في أجواء نزيهة وتنافسية ومطلبنا كحركة مجتمع السلم وكل الأحزاب وكل من يريد أن تكون الجزائر دولة جمهورية ومدنية وديمقراطية أن نؤسس الآن لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات ونبعد تماما لمزارة الداخلية وكل إداراتها عن تنظيم الانتخابات لأنها متهمة بتزوير الانتخابات في كل هذه السنوات الماضية ونعدل أيضا قانون الانتخابات لتضمين بعض المواد التي توفر فيها معايير دولية لنزاهة الانتخابات لا نريد أن نعود مرة أخرى إلى مرحلة تزور فيها الانتخابات أو يستنسخ فيها الرؤساء نريد أن تحطر ورادة الشعب هذه المالية التي خرجت ليست لها خصومة مع شخص متفليقة هي لها خصومة مع نظام سياسي أبعدهم عن تحقيق ردهم وأبعدهم عن حقوقهم وكان حول كثير من الفساد وكان التضييق للحريات الشعب يريد أن يعيش في دولة تحترم كرابة المواطن وتحترم إيراتو وتتيح له أن يكون سيدا في بلده ليس أجيرا وليس مواطن من درجة ثالثة هذه الانتفاضة التي قام بها الشعب الجزائري بكل سلمية يحيى عليها وتعبر على وعي عميق لدى هذا الشعب في أنه عندما يريد أن يغير يستطيع أن يغير بالطريق السلمي ست جمعات كانت كافية لإزالة عشرين سنة من حكم نظام عبد العزيز بوتفريق وهذا أيضا لافت لغاية الآن للجمعة السابعة على التولي تبقى المظاهرات سلمية ومتنوعة تضم كل أطياف الشعب الجزائري ما في مشكلة لديكم مع شخص رئيس هيئة الأركان سيد جايد صالح نحن لا نتعامل مع الأشخاص نحن نتعامل مع مؤسسات الجيش مؤسسات دستورية ملتزمة بمهامها الدستورية نحن طبعا لا نقبل أن يحكم الجيش ويتولى هو الحكم والجيش لحد الآن يعلن الالتزام بالدستور وهذا الذي نريده نحن مع جمهورية مدنية نحن نظل من سنوات من أجل تمديل النظام السياسي الجزائري الجيش الآن له دور المرافقة والضمان لأننا في مرحلة انتقالية نتيجة هذا الانسيداد الذي وقع بين الرئيس ونظامه وبين الشعب الجزائري الذي طالب بإلغاء العهدة الخامسة وإلغاء تمديد العهدة الرابعة نحن لا نتعامل مع الأشخاص نحن نتعامل مع مؤسسة والمؤسسة الجيش ليست مؤسسة مرتزقة هذه مؤسسة سليل جيش جيش التحرير والشعب عبره عن التناغم والتلاقي بينه وبين الجيش أي محاولة لضرب الجيش بالشعب هي محاولة فاشلة وفشلت ونحن لا نريد أيضا تشخيص هذه المؤسسات ثم بعد ذلك لما يأتي رئيس منتخب إذا أراد أن يجري تعديلات في القيادات العسكرية هذه تصبح صلاحياته نحن نتحدث عن نظام سياسي كان يترأسه عبد العزيز متفريقة ومع التحارف مع منظومة الفساد المالي هذه التي خارج الشعب ضدها قبل أن أنتقل إلى سيد نصر الدين بن حديد ولكن بشكل سريع لو سمحت سيد عبد المجيد مناصرة البعض وصف هذه المظاهرات وهذه الانتفاضة كما وصفتها حضرتك قبل قليل بأنها نهضة أمة هذا المصطلح يتعد أو يتجاوز النهضة أو حتى الثورة عند البعض وهي نهضة أمة هل هذا توصيف دقيق؟ سيد عبد المجيد يبدو أن الصوت لا يصل لسيد تسمعوني الآن؟ السؤال موجهي لي؟ نعم لا لحضرتك سيد عبد المجيد لا أسمعك نعم يعني توصيف ما يجري اليوم في الشارع الجزائر هي نهضة أمة بالفعل؟ نعم طبعا نهضة أمة نهضة واعية لأنها أولا تجاوزت كل الفخاخ التي كانت تنصب للشعوب عندما تريد أن تعبر على رأيها الجماعي فخ الانزلاق نحو العرف فخ الانزلاق نحو الانقسامات والنعارات الجهوية والعرقية فكانت نهضة واعية بالأجل بناء نظام سياسي قائم على التنفسية قائم على الديمقراطية قائم على المساواة وعلى الوحدة الوطنية هذا الوعي هو الضامن الآن لنا جميعا بأن الانتقال سيكون انتقالا سلسا وسيكون انتقال سلميا ولا خوف عندنا نحن لا نخاف من تكرار تجارب بعض الدول بعض الدول يريدون أن يخافتنا من هذه التجارب لأننا في الجزائر لسنا في مصر وليبيا وليبيا وليسنا في سوريا وليمان وليسنا في تولس نحن في الجزائر لأننا تجاربنا تعلمنا منها كثيرا تعلمنا من تجارب الآخرين لكن جيش هنا هو غير الجيش في مصر وفي غير الأقطار الأخرى والتلاحم الآن مع الشعب موجود والشعب واعي ونحن لن نعود إلى حكم عسكري هذا غير ظاهر هنا وغير مطروح إنما نريد فقط أن يبقى هذا الانتقال سلسا وسريعا والعودة للشرعية الشعب واعي جدا عنده واعي وهو الذي عبر عنه في سبع جمعات بكل هذا العمق لم تستطع أي جهة لخارجية ولداخلية لتحريفه عن مساره بالعكس حتى زعمال أحزاب كانوا يتعلمون من الشعب ويأخذون منه الدروس ولم يكنوا في موقع يمكنهم من تدريس هذا الشعب الذي كان واعيا بخبرة رصيده الكبير وهذا كان واضح بالرغم من محاولة البعض ربما اللعب على وتر يعني إقاع الخلاف بين الجيش والشعب ونعتقد أنه أن الشعب الجزائري والمؤسسة العسكرية قد تجاوز هذه المرحلة بمسألة التشابه مع دول أخرى بالفعل شبه البعض ما يجري بالجزائر ربما بما جرى بدول عربية أخرى بمصر نتمنى أن يكون الجميع هذه المرة قد تعلم الدرس وأن ينتقل المسار الديمقراطي والسلمي بشكل سلس وفي هذه النقطة أنتقل إلى سيد نصر الدين بن حديد هذا الانتقال ليفترض ويؤمل أن يكون سلميا الانتقال للسلطة هل دونه عقبات برأيك اليوم في طرح يقول أنه ما في مشكلة أن يستلم الجيش مثلا لفترة أشهر محدودة هذه المرحلة لحين إجراء اللازم انتخابات أو استفتاء أو تعديل دستور أو تعديل قانون انتخابات وغيره مساء الخير هذا تحية لك وللعاملين والقناة والذي فيك والجميع المشاهدين الجيش لن يستلم السلطة هذا ما قاله ويقوله وسيقوله كامل فراد الجيش الشعب الوطني ثانيا والأهم أعتبر علينا أن نرجع إلى الحالة الجزائرية مجد في الجزائر هو انقلاب بأتم معنا الكلمة لكن انقلاب في المفاهيم ليس انقلاب عسكري انقلاب في المفاهيم أولا سلمية الحراك وثابت أنه لم تأتي هذه السلمية بأمر فوقي أو بأمر تنظيمي كانت جزء من غريسة الشعب الجزائري بالسلمية وثاني وانه الأهم أعتبر أن الجزائر قد أثبتت أنها وجدت وعثرت على الحلقة المفقودة التي يبحث عنها الربيع العربي أو ما يسمى الربيع العربي في النساء أخرى الربيع العبري أي تلك الحلقة بين دولة قوية ودولة ديمقراطية أنتم في الميدين عرضتم عديد حلقات نقاش بين المنادين بالثورة والثورة المضادة كان هذا ينادي بدولة قوية لكنها دولة ظالمة وكان الآخر ينادي بدولة ديمقراطية لأنها دولة الجزائر الآن يستطيع بناء دولة قوية عسكري ومخابراتيا لكنها دولة ديمقراطية وهذا هو الرهان الأكبر وهذا هو الحلقة المفقودة التي تم إيجادها ثانيا أعتبر أن الجيش هو بين ظفرين منقذ البلاد لأنه من خرج إلى الشارع كانوا طاقة فاعلة وليس قوة طاقة كاملة وليس قوة فاعلة المستوى السياسي ومن ثم انتظر عمق الشعب أن تتحرك المعارضات ولا أسمي معارضة واحدة لا يمكن أن نضع الجميع في خانة واحدة عجزت المعارضات على أن تفعل قوة الشارع بالضغط على المنظومة الحاكمة فلما عجزت تقلد الجيش هذه الرتبة وهو الذي ضغط وليس فقط ضغط فقد تغير ومن ثم أعتبر أنه أهم من إسقاط الباءات الثلاثة والباءات الخمس عندما نضيف بوشارب وبوتفليقة ما يجد الآن من تغيير في البنية السياسية قبل أن ندخل في الستوديو ثلاث أخبار هامة وأكيد يجب أن نذكر أولا إزاحة بشير ترتاق المدعو عثمان عن منصبه وعودة بن بوزيد الشهير بتتميت يوسف في مكانه وثاني وإلى أهم اعتبار المنظومة الأمنية تحت المنظومة العسكرية وثالثا أعتبر أننا الآن أمام تغيرات كبرى الباءات الثلاثة ستسقط وستكون هناك تغيرات كبرى وعندما القيد صالح أعلن أن الفصل المية واثنين يحتاج الفصل السبعة هناك ملاحظة هامة جاءت ولم تنتبه إليه الإعلام أنه عندما القيد صالح أعلن ذلك كان في مجلس عسكري وعندما اقترح كان يختب ومن ثم القيد صالح لم يتكلم باسمه الفردي تكلم باسم كامل منظومة العسكرية ومفارقة التاريخ عن المنظومة العسكرية أكثر ديمقراطية داخلها من المنظومة السياسية الأستاذ العريب يعرف وقد يفصل أفضل المني أنه في المسائل السياسية التي تهم البلاد وإذا كانت مجلس عسكري من رئاس الأركان من رئاسة الجوش من رئاسة النواحي ومنذين يتخذون القرار جماعيا وقد كان القرار الجماعي ملزم لتنمج المنظومة العسكرية ثم إن كان الجايد صالح فضل فإن الفضل يعود إلى كامل منظومة العسكرية في الجزائر من رأس السلطة العسكرية إلى أقل جندي في الروتب العسكرية. وهذا مريح ويدعو إلى التفاؤل في الواقع؟ أنا متفاعل وأعتبر أن الجزائر الآن تقدم مثلا هاما بدون أدنى شوفينية. ليس لأن الجزائر قدمنا ثورة مضرب الأمثال. وإننا الآن نقدم ثورة ثانية. والأهم أن تكون الطبق السياسي مع تحيار احترامي والتفريق بين المعارضات العديدة. هناك معارضة جيدة. عانت ولازلت عاني إلى الآن. لكن لازلت عاني من تبعات وتركات المنظومة الفاسلة التي كانت حاكمة. أستاذ مناصر أقدر مني على الإجابة. لكن الآن الرهانة الأكبر ما هو. أعتبرنا الإهارة الأكبر. تجاوزنا سلطة بوطفليقة. تجاوزنا البعاد الثلاث. البعاد الثلاث. بنسبة لي خارجتنا السلطة. عند منظر استراتيجيين وصاشرف. هناك الآن تحويل الحراك إلى فعل سياسي. والآن مطالب من الشباب الجزائر الذين يشاهدون أن الآن بالتحول للعامل الميداني والتحول للمشاركة في الحزاب والنقبات. أريد أن أفتح قوس. وأعتذر من الشعب السوري الذي فهمها غاطخ خطعا. كلام الجزائرين أن الجزائر لن تكون سوريا. ويقولون الجزائر لن تكون. وأن مجد في الجزائر لا يجد في سوريا. لسوريا الشعب والحضارة والتاريخ والبلد ولكام الشام الحبيب. كل الاحترام. ولا يجب من إخواتنا في السوري أن يفهمنا الغلطة. نعم. وبلغ تحياتنا أيضا لكل الشعب الجزائري الذي رفع أعلام فلسطين في هذه المرحلة الحساسة جدا التي تمر فيها الجزائر. ذكرت أكثر من مرة مسألة أو مصطلح المغارضات. يعني ما في معارضة واحدة. وهذا واقع. وسأسأل عنه السيد عبد المجيد مناصرة. لكن كان لافت رسالة سيد بوتفليقة الرئيس السابق. يعني نقول اليوم الرئيس السابق بوتفليقة. واللعب على الوتر الإنساني نوعا ما. يعني من نص رسالة وأقططع جزء بسيط منها. يقول وأنا أغادر سدة المسئولية. وجب علي أن لا أنهي مساري رئاسي من دون أن أوفيكم بكتاب الأخير هذا. وغاية منه أن لا أبرح المشهد السياسي الوطني على تنائن بيننا. يحرمني من الكماس الصفح ممن قصرت في حقهم من أبناء وطني وبناته. من حيث لا أدري. رغم بالغ خرصي على أن أكون خادما لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء. سأسأل عن هذه الرسالة وما تضمنته. يعني من عواطف ومشاعر إذا صح التعبير. ولكن بعد الفاصل ابقوا معي. لو سمحتم ضيوفنا الكرام ومشاهدين فاصل قصير يتخلل مجز للأنباء. ثم نعود. أهلا بكم مشاهدين إلى الجزء الثاني من ندوة الأسبوع بعنوان الجزائر إلى الجمهورية الجديدة. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الرسالة التي توجه بها الرئيس بوتفليقة. الرئيس السابق بوتفليقة. أو المتنحي لنقول. أو المستقيل. وكان فيها الكثير من الحس الإنساني والغاطفي والمشاعر. سيد عبد الحميد العربي الشريف. لا ندري كيف قرئت هذه الرسالة. وإن كان مقصود فيها هذا اللعب على الوتر الغاطفي عند الشعب الجزائري. هل هدف أو غاية ما برأيك من ورائها؟ ربما لعدم المحاسبة أو التعرض لإجراءات من أي نوع في المستقبل أو غيره؟ أقول لك أدركت اليوم العائلة. لأنه يكون صالحي. أدركت العائلة أن اليوم تجاوزها الوقت. وأن الحقيقة هي الصادع. أن الشعب الجزائري اليوم خرج عن بكرة أبيه. رفضا لهذه العائلة التي كانت تدير وراء الرئيس الجمهورية. هذه الحقيقة. اليوم تجاوزنا هذه العاطفة. لأن منذ 2013 تقريبا إلى يومنا عاثت كثير في الفساد. واستشرف الفساد في دولة الدولة. ولذلك الشعب الجزائري اليوم لا تؤثر فيه هذه العاطفة. لأن الواقع هو كما نراه اليوم. ربما سنقلب بالصفحة. ولكن ليس بهذه السهولة. ولن نقبل بهذه السهولة. لأن كثير حدثة. كثير دفع إلى شبابنا إلى اليأس. لذلك من الصعب أن تكون هذه الرسالة لها دور أو أثر في هذا الشباب الجزائري الذي خرج عن بكرة أبيه في الأسبوع السابع. ربما كانت لو ترجم هذه الرسالة بإقدامه على تغييرات قبل أن يقدم استقالته كتغيير الحكومة وتغيير مجلس الأمة ومجلس البرلمان والمادة 193. لكن ربما أصدق من هذه الرسالة. لذلك الرسالة لا تخذ على محملة جد. لأن اليوم تركت لنا منطقة ملغمة بعد استقالته. نعم. في سؤال ربما كان يفترض أن يسأل في البداية لماذا لم نرى ما نراه اليوم بالشارع الجزائري في التجديد للعهدة الرابعة مثلا. والبعض قال أنه ربما الجزائر تأثرت بالفعل بما جرى من حركات وتظاهرات وغيره في دول عربية أخرى. أعدي السؤال سيدة لم أفهم تسمعوني بشكل واضح؟ يعني البعض تساءل لماذا لم نرى هذا الحلق في الشارع العربي عندما تم التجديد للوهد الرابعة مثلا. أيضا البعض نسب ذلك أو برر فسر ذلك بالتأثير بما جرى بشوارع عربية أخرى. الشارع الجزائري قد خرجنا من مشاكل أمنية عملية التي لعبت دور كبير. الخوف الذي رتاب الشعب الجزائري لانهيار الأمنية التي كانت عندنا وهي حقيقة. كان الشعب حقيقة يعيش خوف عودة الجماعة الإرهابية بقوة. ولكن بعد 2017 سلم الجيش وطني الشعبي ملف مكافر بعد حل جاء دائر الاستعلام والأمن. وكان الدخول بقوة واسترجاع الأمن والاستباب ويرجاع ثقة للشعب الجزائري. هذا الشعب الجزائري اليوم بعد ما استع ثقته وأمانه بفضل تضحيات الجسام للجيش وطني الشعبي. ها هو اليوم على أنه سيحمي هذا الحراك. أنه موافق رؤية هذا الحراك. كل هذه الرسالة طمأنية جعلت هذا الشعب يخرج ويعبر بكل أصدقية وريحية عن مكنوناته. هذا الشعب اليوم يعرف ماذا تمسك قيادة الجيش وطني الشعبي بأمن وصيق الجزائر وتأمين الجزائري. لذلك نحن اليوم أخذنا دروس من عشرية السوداء. أخذنا إخبارات خارجية وتحويرها وتسليحها وإخراجها عن مسارها. إلا أن في الجزائر في الشعب على درجة نواعية. وأخذت دروس من عشرية السوداء. أخذت دروس مما حدث في دول العربية. لذلك دائما في حراكه يمنع تدخل خارجي. ويرفض أي تدخل وأي تسليح من أي جهة خارجية كان يتصدى لها بقوة. وفي الموضوع واضح للرئيس هيئة الأركان الفريق جايد صالح الذي قال أن بعض الأطراف يزعجهم رؤية الجزائر آمنة ومستقرة. نتابع من فضلكم ما قاله رئيس الأركان ثم نعود. لقد تعودت في كل مناسبة على أن نكون دول صريح لسيما إذا تعلق الأمر بالوطن وبإمنه واستقراره فإرسال جزائر لكافة عوامل أمنها من خلال القضاء على الإرهاب ويفشال أهدافه بفضل الاستراتيجية الشاملة والعقلانية المتبنات ثم بفضل تصدي العازم الذي عبداه الشعب الجزائر وفي طريعته الجيش الوطني الشعبي رفقد كافة أسلاك الأمنية الأخرى لم يرضي بعض الأطراف الذين يزعجهم بأن يروا الجزائر آمنة ومستقرة بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر سيد عبد المجيد من من الذي يريد العودة بالجزائر إلى سنوات الجمر أو العشرية السوداء من لا يريد للجزائر الأمن وكان في تصريح أيضا آخر مهم لرئيس الأركان عندما تحدث عن اجتماعات مشبوهة تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلت مساعى الجيش لحل الأزمة علما أن بعض الأطراف التي اعتقدت أنها هي المتهمة نفت ذلك من بالفعل لا يريد للجزائر أن تكون آمنة نتحدث عن أطراف داخلية أو خارجية من قصد رئيس الأركان أكيد يقصد أطراف خارجية وأطراف داخلية الطرف الخارجي لا يستطيع أن يتدخل أو يكون له قدم إلا بوجود أطراف داخلية كل من غير راغب وغير راضي على أن تبقى الجزائر مستقرة الذي يغيظ هذا المشهد الرائع الذي صرعه الشعب الجزائري بسلميته وهذا المشهد أيضا الذي تناغم فيه معه الجيش بأن لبى مطالب الشعب هذا مظهر غير متكرر في كثير من الأقطار هذا المظهر يغيظ من يريدون أن يتحكم في شعوبهم من يريد أن تكون جزائر أيضا منهكة في سراع دائما داخلي تعيقها عن النهوض تعيقها عن التنمية تعيقها أن تؤدي دورها المنوط بها دائما هناك أطراف ولكن الذي تغلب على كل هذه الأطراف وأبطل مخططاتها وهو الشعب الجزائري بوعي وبياقظته هذا الوعي كان يرفض كل تدخل خارجي ولكن لم يسب أي دولة ولم يتهجم على أي علم إلى درجة أن البعض أراد إحراق العالم الفرنسي والشباب الوعي رفض ذلك لأنه لا يريد فتن ولا يريد خصومات وعدوات هو يريد أن لا يتدخل أي أحد في شأنه الداخلي لأنه شأن عائلي وقال نستطيع أن نحو المشاكل بأيدينا والحمد لله كان ذلك هي نهاية المشهد بعد ست جمعات واستقال الرئيس لم ينسى المشهد لا نستطيع أن نتحدث عن نهاية المشهد إنها نهاية ربما جزء من المشهد باستقالة الرئيس متفريقة لا المشهد الأول لا المشهد المشهد الأول انتهى هو استقالة رئيس الجمهورية والشعب خارج ضد العهد الخامسة وضد التمديد للعهد الرامع هذا المشهد الأول انتهى بجمالية كبيرة وبنجاح الآن فيه مشاهد أخرى تابعة لهذا المشهد سيجح فيها إن شاء الله الشعب الجزائري لأنه قرر قرر أن يأخذ مصيره بيده قرر أن يرفض الرئاسة الأبدية أن يرفض الاستبداد أن يرفض التحالف الاستبداد مع الفساد يرفض ليتدخل في أي قوة أخرى إقليمية أو دولية الشعب الجزائري قرر أن يكون موحد بجميع اتجاهات السياسية أن يقبل كل تنوعاته العرقية واللغوية والثقافية هو قرر ذلك ويريد أن يختار مسؤوليه ويختار السياسات والبرامج في ظل الجمهورية ثانية جمهورية ثانية تقوم على الشرعية الشعبية بعدما كان جمهوريتنا الأولى قائمة على الشرعية الثورية التاريخية الشعب الآن هو السيد وهو الذي قرر قبل هذا كان الشعب يخرج الانتخابات ولكن كانت الانتخابات تظهر اليوم انتهى وقت زوال الشعب قرر سيد عبد المجيد ميناطرا هو الذي قرر ذلك الشعب قرر لأن المعارضات كما وصفها ضيفنا من تونس قبل قليل عاجزت عن الضغط بما يكفي أو بالشكل اللازم على السلطات الحاكمة أو على المنظومة الحاكمة بين مزدوجين وهذا عيب يعني أو ما يعاب على المعارضة لم نسمع الكلام عن مشروع بديل يعني فيه تشردهم فيه انقسام مواضح بالمعارضة ما فيه صوت واحد عند المعارضة الجزائرية لغاية الآن شو خارطة الطريق بالنسبة للمعارضة سيد عبد المجيد أولا من الظلم الكبير أن نتهجم على المعارضة الآن لأن المعارضة هي أكثر حلقة ضعيفة المعارضة بأغلب أحزابها نعم بأغلب أحزابها رفضت الرابعة رفضت العهدى الرابعة ومنها من خارج للشارع لكن عندئذ المعارضة مستضعفة ولظامنا شمولي لا يعترف بأحد يكمم الجميع وحتى خارج الشعب الشعب لماذا خارج؟ خارج لأنه رأى أن السلطة تغولت على المعارضة والمعارضة ليس بأيديها إلا أن تقول رأيها وأن تصدر مواقف ومبادرات ليس بأيديها كل الشعب أن يستمع عليها ليس بأيديها جيش يرغم الرئيس على شيء المعارضة تملك موقف تملك رأي تملك مبادرة اليوم الشعب نصر المعارضة لأنه خارج لرفض الخامسة ورفض تمديد عهدد الرئيس الشعب حاول أن تستقيم أن يعدل المعادلة المعادلة السياسية كانت انهارت عندما تغول النظام الشعب خرج لتعديل هذه المعادلة ويكون هناك دولة قوية بوجود معارضة قوية وخروج الشعب هو لتقوية هذه المعادلة وتقوية المعارضة وليس عيب الآن طبعا في أراء أحزاب عندنا مشارب سياسية وعدولية مختلفة هي توحدت في الهدف مع الشعب ولكن البدائل هي هناك مجموعة رؤية نحن طلبنا الآن البدء في الحوار والحرص على أن نجتمع بعد ذلك ونتوافق على البدائل التي تكون بدائل إصلاحية وتعدنا هذا كلام عام أعذرني سيد عبد المجيد مناصر لكن ليس مطلوبا أن تسمع المعارضة أحادية ولكن لم نرى ولم نسمع المعارضة متعددة واضح لم نرى ولم نسمع من المعارضة برنامج في معارضة اجتمعت واضح ولم نقل موحد على الأقل برنامج بديل واضح أو مشروع للمرحلة المقبلة أو للمرحلة الحالية الأسهر القليلة المقبلة طرحة برامج غير موحدة طرحة برامج طرحة برامج متعددة غير موحدة ليس مطلوبا أن تكون معارضة أحادية وعند برنامج واحد. لكن في الحوار عندما نتحاور معارضة والسلطة ومجتمع مدني وشباب ونساء. سنتوافق على ما يمكن أن نتوافق عليه بديلا وخالطة طريق توصل إلى الأهداف. لكن نتوافق عندما نتنازع لأرانا. لكن ليس مطلوبا من البداية أن نكون رأي واحد. وهذا طلب المحان. لأن هناك تعددية في الجزائر لسنا أحادية. سيد نصر الدين بن حديد. هل ترى أن هذا الكلام مقنع ومن الظلم أن يكون في هذا اللوم كله على المعارضة؟ واليوم هناك قناعة لدى كثيرين أن القوى التي تسير وكانت تسير الأمور في البلاد هي هذه البطانة المخيطة بالرئيس. أو ما سماء المتظاهرون والكثير من المسؤولين والشخصيات بالعصابة الحاكمة. وطبعا في رجال أعمال في أصحاب مال. ربما في إعلاميين وغيره. هل كل هذه المنظومة من السهل أن ترحل يعني هكذا؟ أولا حقوق التأليف محفوظة للقايد صالح. هو الذي سمى هذه العصابة. ومن ثم علينا نعطيه لقيصر. ما لقيصر ثانيا سأكون قاسيا مع أستاذ مناصرة. وأرجوه أن يعذرني. أولا منذ رحيل الشهيد الحركة. وهو شهيد فعل الجزائر. الحاجة للمحفوظ النحناح. انقسمتم إلى كم فريق وفريق أصابكم سيسبيكوا جزائري. ثانيا هل لك الجرع أن تعلن؟ كم من حركة حماس صوت والفائدة مواصلة المشاركة في الانتخابات عندما قرر عبد الرزاق مقري أن يتراجع عن الترشح. ومن ثم أعتبر أن داخلتكم من الفيروسات عليكم أن تكونوا تملكون الجرع أمام التاريخ وأمام ماضيكم وأمام الشعب الجزائري وأمام مستقل الجزائري أن تقوموا بعملية نقض ذاتي هي في فائداتكم وليس ضدكم. ليس منطق الضحية التي كانت أنتم ضحايا فعلا. نظام خبيث جدا. استطاع أن يفتتكم وأن يجزأ المفتت وأن يفتت المجزأ. لكن عليكم أن تتملكوا الجرع سيد مناصر لكي تقوموا بعملية نقض ذاتي. ثانيا أعتبر أن الرهانة الأكبر الآن. وأعنده أربط ما قلته منذ قليل. أن الرهانة الأكبر التي ستدخل في الجزائر الآن هو تشكيل المشهد السياسي القائم والقادم. أنه الآن هناك أحزاب مفتتة. أحزاب ضعط مثل الجبهة التحرير وحزاب السلطة وحزاب الائتلاف في كل خارج اللعبة. الآن أي مشهد. لمن ستصوت الجماهير التي خرجت الشارع وحسابين جمهيرة خرجت الشارع. هي عدد 22 مليون في أقصى. هي عدد المقاطعين لأن اتخابات. أي أن الشعب الجزائر الآن. من سيجد أمامه من الخيارات. ومن يجد أمامه من العروض. ومن يجد أمامه من البرامج. ثالثا. أعتبر واختم بهذا أن الطبقة السياسية ستحتاج الجيش. كما هو خامنائي. خامنائي في إيران ستبقى القيادة السياسية الجزائرية في حاجة إلى مرشد عسكري. سيبقى إلى علق الخمس سنوات أو عشر سنوات. لأن الجسد أو العمود الفقري للطبقة السياسية في الجزائرية لا يزالوا هشا أو لا يزالوا مكسرا. ومن ثم لا يبرع في فترة قاسرة. ومن ثم ستبقى الجيش هو الضامن والمحتكر للشرعية. إلى حين قيام سلطة السياسية قادرة من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني. وهذا برأيك سيتم بسلاسة. إذا ما سلمنا جدلا أنه الجيش. فعلا. هو المؤسسة الوحيدة اليوم. القادر على إمساك البلاد كما يجب. هل يمكن أن تطول مثلا هذه الفترة المرحلة الانتقالية؟ لا تصنع الأحزاب ولا تصنع الأحزاب بعصا سحرية. كن فيكون تتطلب أجيال أو جيلا كاملا. الأحزاب يلاحظ معي السيد العريب والسيد مناصر أنه جميع الحركات والتحركات في الجزاء رفضت أو أطردت المسؤولين السياسيين. اليوم في بجاية سعيد سعدي زعيم أو المؤسس تجمع من نجل الثقافة والديمقراطية. طرد في عارينه الانتخابي. اليوم في بجاية طرد سعيد سعدي. وهو مؤشر خطير جدا بالمفهوم الحزبي والتنظيمي. من ثم الطبقة الشعبية التي خرجت للشارع بدرجة متفاوتة. لا يجب وأعيد وأؤكد من باب الأمانة التاريخية والأخلاقية والوطنية نضعها جميع الأحزاب في سلة واحدة. لكن الشعب عافز طبقة سياسية برمتها. وعلى الطبقة السياسية برمتها. تخرج من منطق الضحية إلى منطق نقض الذات. والعطيرة بالخطاء. والعطيرة فأنها كانت جزءا ما من الفساد السياسي الذي كان قائما والذي انتهى الآن. من ثم عليها أن تتحرك من سرع برامج. وهذا لن يتم بين عشرة وضحاء. وهذا قد سيطول. وهذا هو الريان الحقيقي في الجزائر. لذلك سيبقى الجيش إلى خمس أو عشر سنوات. هو المرشد الذي يرجعون. والذي يطلبون منه التدخل. علما وأنه المعارضات جميعها منذ العودة الرابعة لمحت أو طلبت أو قالت أو صرحت أو ذهبت في السر والعالن. للجيش للتحرك والحل جاء من الجيش كما قلت. ولم يأتي من الطبقة السياسية. سوى منها الاتلاف الحاكم أو المعارضات. على كل الجزائر مرت بظروف صعبة جدا. ربما أصعب بكثير مما تمر به حاليا. خاصة منذ فترة الاستقلال. لغاية اليوم. اسمحوا لي ضيوفي الكرام أن أورد ولو بشكل مطول بعض الشيء. أهم المراحل التي مرت بها الجزائر منذ 62. منذ استقلالي عن فرنسا. تناوب على حكم الجزائر ثمانية رؤساء. كان أولهم سيد أحمد بن بلا. الذي حكم 13 عاما. وأخرهم سيد عبد العزيز بوتفريقة. الذي دام مع حكم 20 عاما. الرئيس هواري بومدين. أمام الأراضي الزراعية والمحروقات. وأطلق مجانية التعليم. أشادي لبن جديد. حكم لمدة 13 عاما. وأهم قراراته السماح بعودة المعارضين السياسيين إلى الجزائر. وانتهاج سياسة الانفتاح على الإسلاميين خارج البلاد. شهدت الجزائر تظاهرات حاشدة. فيما عرف بخريف الغضب عام 88. ما دفع بن جديد إلى أطلاق التعددية السياسية والإعلامية للمرة الأولى منذ الاستقلال. أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ الجزائر. أتت نتائجها لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وقيل وقتها أن الجيش تدخل وأبطل الانتخابات. وأجبر الشاذلي على الاستقالة. عام 92 جاء بالسيد محمد بوضياف ليكون رئيسا للجزائر. لكنه اغتيل في العام نفسه. بينما كان يلقي خطابا على الهواء مباشرة في مدينة عنابة. وأخيرا السيد اليمين نزروال الذي استلم السلطة عام 94 بعد انتخابه ديمقراطيا. ويعرف عنه أنه الأكثر نزاهة وتواضعا في تاريخ الجزائر. سيد عبد الحميد العربي. هل تتوقع أن تطول هذه المرحلة؟ بما أنه المرشح الوحيد اليوم لاستلامها هو المؤسسة العسكرية أو الجيش. وإلى أي مدى يخشى من تدخلات خارجية؟ يعني في موقف فرنسي لافت. في موقف واشنطن مثلا كان أول موقف لها. كردة فعل عما جرى. ليعتبرت أن الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة. ولكن موقف ماكرون أيضا كان لافت. وهو يدعو إلى مرحلة انتقالية بمهلة معقولة. هل هذا تدخل يعتبر؟ أكيد سيدتي هذا تدخل سافر. خاصة عندما أكد عليه وزير خارجية الفرنسية من واشنطن الذي قال أنه تحتم اليوم الذهب لمرحلة انتقالية. سيدتي الجيش الوطني الشعبي لا يريد مرحلة انتقالية. يريد أن يسلم السلطة إلى الشعب في أقرب وقت. يريد أن تكون انتخابات رئاسية بعد مدة انتقالية القانونية الدستورية. لا يريد خروج عن الشرعية. لا يريد خروج عن الدستور. يريد أن يتسلم الشعب وينتخذ من يشاء. ونذهب إلى بناء الجمهورية الجديدة. ويكون على عاتق الرئيس القادم. أن يعد النظر في الدستور وهيكلة المؤسسة الدولة. الجيش ليست له نية أن يتمسك بالسلطة. ويبقى بالسلطة. لقد تعهد السيد الفريق دائب وزدي فاريس أركانيش بطن الشعبي. بأن يسلم السلطة إلى الشعب. وعلى الشعب أن يختار من يراه مناسبا له. ولا عهد الانقلاب العسكرية. ولا عهد الذي تتسلم بالمؤسسة العسكرية. فقط للتوضيح. إدارة الأمور السياسية. سيد عبد الحميد. ما المقصود بأن يسلم الجيش السلطة للشعب؟. سيدتي هذا مطلب شعبي؟. هناك الجيش يصر على انتخابات رئاسية. بعد المرحلة الانتقالية القصيرة الدستورية. لا يريد خروج عن الشرعية الدستورية. لا يريد مرحلة انتقالية كما روجلها البعض. وخاصة الفرنسيين. بعض الأطرف الداخلية مع الفرنسيين من أجل التفاف على مطالب الشعب. وكان رده حازما وقويا. منع أن تكون مرحلة انتقالية برجل بما يسمى رجل التوافق أو رجل مقبول شعبيا. قال لا يجب أن نذهب إلى انتخابات رئاسية. يقرر شعب من يختار شعب. من يراه مناسبا. وندخل الأمان. لأن التحديات الأمنية خطيرة. نحن على الحدود تعنى الشرقية والحدود تعنى الجنوبية. هناك توجد قوة أجنابية. قوات لأبريكا وقوات فرنسية. هناك تحرك في الجهة الشرقية. تفضل أكمل. هناك تحرك لقوة. سيد عبد الحميد. ربما لم يعد صوت يصل لسيد عبد الحميد العربي شريف. سيد عبد المجيد مناصرة أيضا كان فيه موقف لافت لزعيم حركة مجتمع السلم في الواقع. سيد عبد الرزاق المقري. هو حذر من المرحلة المقبلة. وقال أن الشعب الجزائري سيحارب أي محاولات لمواصلة الطرق الملتوية لإدارة الرئيس المنتهي ويلايته. هل هذا تصريح دقيق أولا؟ وإذا كان كذلك بالفعل لا يخشى أن يستشف منه دعوة إلى العنف. بطريقة أو بأخرى. هذا كلام بعيد على الدعوة للعنف. هذا كلام يوجه نحو ضرورة أن نستفيد من كل التجارب. وأن نبقى في الإطار السياسي السلمي الإصلاحي الذي يمكن الجزائر من أن لا تعود إلى ما سبق. ولا تستنسخ نفس النظام ونفس الوجوه. ولا تقوم بنفس الممارسات التي تدعو الشعب للذهاب للانتخابات. ثم هناك من يقرر مكان الشعب ويختار الرؤساء ويختار البرلمان ويختار الحكومات. هي دعوة التحذير. في إطار التوعية السياسية. نريد أن يكون هذا الوعي السياسي الموجود الآن عن شعب الجزائري مستمرا حتى يؤتي ثماره. نحن لا نقول على الإطلاق بأن الجيش يجب أن يحكم. ولا نقول بأن الجيش ليس له دور. نحن دعونا الجيش إلى أن يكون مرافقا لهذا الانتقال الديمقراطي. وأن يكون ضامنا. لأن الأطراف السياسية تحتاج إلى طرف الضامن. الطرف الضامن هنا. لا نقبل أن يكون الطرف الضامن أمم المتحدة. ولا قوى دولية عربية. ولا قوى دولية أجنبية. غربية. الضامن الأساسي هو الطرف المؤسسة العسكرية. الجيش أن يكون ضامن ومرافق. ولكن السياسة لسياسيين. والمسؤولية بالانتخابات الشعبية الحرة والنزيهة. وبالإطار التنظيمي العادل. وبالإطار القانوني أيضا. الذي يسمح بتوفير حقوق الناس الكاملة غير المنقوصة. ومن الظلم التحميل للأحزاب الآن كل ما يقع. لكن هذه الأحزاب كلها مدعوة. أن تستفيد من تجاربها. وأن تقرأ هذه اللحظة قراءة جيدة. وأن تستوعب رسائل الشعب. وتجدد في خطابها. في هياكلها. في عاليات عملها. وأن تفتح أبوابها كاملة. نحو الشباب الجديد. الذي الآن يريد أن يمارس سياسة. ولكن يريد أن يمارسها بفهمه. بهذا الفهم الجديد. لأنها أجيال جديدة. لها خطاب. لها مفاهيم معينة. يجب أن تتجاوب هذه الأحزاب مع الشعب. مع هذه الطموحات. وإلا أكيد ستكون ضحايا هذا التحول. حركة مجتمع السلم لن تكون ضحية لهذا التحول. ستكون في قلب هذا التحول. وسوف تستفيد بكل ما هو حاصل الآن. لأنها أقريبة من الناس. وفي عمق المجتمع. ولسنا حزبا مرفوضا. كنا دائما نفوز بالرغم من التزوير الكبير. الذي يقع علينا. ولكن كنا دائما نستطيع أن نحافظ على بعض هذه الأصوات. وكنا نقاوم سياسيين بالمشاركة. وكنا نحارب التزوير ونقاومه بالمشاركة. بالوعي. لم ندخل عن دورنا. لم ننسح فيه من الأيام. بل كنا ننتظر هذه اللحظة. التي يرجع فيها الوعي للشعب. ويرجع من الانسحاب السياسي إلى المشاركة السياسية. إلى الحضور السياسي. وهو غالبا سيد. هو الوحيد المخول بهذا التغيير. وليس نعم. وغالبا سيد عبد المجتمع. يثبت الشعب. وجرى هذا في أكثر من مكان. أنه بالفعل متقدم على قياداته. بالخيارات. وربما بالجرأة. وبالوعي. وبغير ذلك. وحسنا وصلنا إلى هذه النتيجة. أنتم كحركة معارضة معتدلة. وصلتم إلى ما تريدون من خلال ما قام به الشعب. على كل إن كنا نتحدث عن التدخلات الخارجية. وذكرنا موقف الرئيس الفرنسي ماكرون. الذي دعا إلى مرحلة انتقالية بمهلة معقولة. نتابع مقال ثم نعود. الآن من شأن الجزائر أن تعمل في الأسبوع والأشهر المقبلة على إقامة ندوة وطنية في تاريخ معقول. وأن تنبثق عنها اقتراحات دستورية. ستسمح بحسب ما فهمته بتنظيم استفتاء. ما يضمن في الوقت ذاته شفافية في إطار ديمقراطي. ويعطي فترة انتقالية تكون في مدة معقولة. وهذا ما اعتبره كثيرون بالفعل تدخل بشؤون الجزائر. وما قاله قبل قليل ضيفنا سيد عبد الحميد العربي شريف. مشاهدين فاصل أخير. نتابع بعده ندوة الأسبوع. والحديث عن المرحلة المقبلة. من الشخصية المتوقعة والقادرة ربما على قيادة المرحلة المقبلة في الجزائر. نعود. الجزائر إلى الجمهورية الجديدة. هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة. نرحب بكم مشاهدين فيها من جديد. وأذكر بضلوفها الكرام. معنا من الجزائر. السيد عبد الحميد العربي شريف. العقيد متقاعد في الجزائري. وسيد عبد المجيد مناصرة القيادي في حركة مجتمع السلم أيضا من الجزائر. ومن تونس معنا سيد نصر الدين بن حديد الكاتب السياسي الجزائري. معك أتوقف سيد نصر الدين بالحديث عن المواقف الدولية والتدخلات. يطرح سؤال عن صمت العرب مثلا. يعني لوحض هذا الغياب العربي عن ما يحدث في الجزائر. وأيضا المواقف الروسي والمواقف الأمريكي. هل يمكن القول أنه فيه ما يشبه تنازع تنافس فيما يتعلق بالجزائر؟ لأنه نحن نعرف أثروات التي يمتلكها بلد مثل الجزائر. أولا أريد أن أدقق في مسألة. عندما ندرس من بعد سوسيولوجي الشعار الذي دب في الشارع. نجد أن هناك عبارة خاوة خاوة أي إخوة وعبارة عائلة واحدة. فعندما يعني الأمر على الجزائر. تصبح على الجزائر كامل عائلة واحدة ورفض التدقل في الخارج. ومن ثم أقول معلومات وليس المكان للتفصيل فيها. هناك حرب كواليس تدارت في الجزائر بين جهات الجزائرية وفرنسية. للتأثير والتدخل في الشأن الجزائري. وقد منعت فرنسا من التدخل وتم ضربها ضربة قاضية. الآن في فرنسا هناك حالة عزاة كبيرة. الجزائر الآن تخلصت من اللوب الفرنسي في حزب فرنسا بكما كبير. ومن ثم هناك تغيرات استراتيجية. كلم لافروف الذي لمح إليه تدخلات خارجية كان يعني فرنسا. أما جواب عن سؤالكم العرب. أولا هناك نوع من الترقب والخوف والريبة مما سيجي في الجزائر. وثانيا عدم ذهب في التدخل في الشأن الجزائري. وثالثا الأهم اعتبار الجزائر الآن التحولات التي تتم في الجزائر. هي ستكون شديدة تأثير على جميع الفضاء العربي. ورابعا أعتبر أن الجزائر عادت المثال الكبير. أريد أن نجيب على نقطة ترحت منذ قليل. وهي المشروع السياسي الآن الجزائر. وأقول للسياسيين وسيد مناصرة. وربما بطريقة أقالة سيد العريبي. هي الآن أمام فرصة تاريخية لتقديم مشروع مجتمعي. الآن الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين قادر على التضحية. اقتصاديا واجتماعيا. شريطة أن يجد البرنامج والخطاب الذي موافق له. وهذا هو الرهان. ومن ثم الانتظارات هامة جدا. والشعب الجزائر ينتظر. والعالم يجيب عن سؤال الأول. العالم الآن في انتظار ما سيكون في الجزائر. والجزائر هي مخبر الآن. مفتوح على ما سيتم. وستكون المثال الذي يسعى البعض إلى تقويضه. طيب. على كل إنسة نتحدث عن هذه المرحلة. ولكن اسمحوا لي أن أذكر بعض ثروات الجزائر. وربما هذا ما يجعلها بالتأكيد مطمع للكثير من الجهات والتدخلات الخارجية. مثلا تمتلك الجزائر أكبر منجم حديد في العالم. يقدر بنحو عشرة ملايين طن. تمتلك ثلاثة مليارات طن من احتياطي الفوسفات. وهي خامس أكبر مصدر له عالميا. تمتلك ثلاثين ألف طن من احتياطات اليورانيوم. الجزائر العاشرة عالميا من حيث احتياطي الغاز. وسادس أكبر مصدر له عالميا. تمتلك مئة طن من احتياطي الذهب. وثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية غير مستغلة. هذا إذا ما تحدثنا أيضا عن الثروة البشرية. يعني ثلاثة أرباع السكان في الجزائر تقريبا هم من عنصر الشباب. سيد عبد الحميد العربي شريف. طرحت طبعا بعض. ولو أنه من السابق لأواني طرح أسماء. لكن من ضمن الشخصيات المرشحة لقيادة المرحلة المقبلة. الرئيس السابق سيد اليمين زروال مثلا. طرح اسم الأخضر الإبراهيمي. ربما بعض الشخصيات. السيد علي بن فليس. مولود حمروش. وغيرهم. هل من السابق لأواني فعلا طرح أسماء بعينها؟ أم أن بعض هذه الأسماء ربما تكون مقبولة. متفق عليها من قبل كثير من الجزائريين. أقول لك سيدتي. اليوم الشارع هو من يقرر. الشارع يريد ذهاب الباءات الثلاثة. يريد حكومة. يريد رئيس مجلس أمة ليقود مرحلة انتقالية ليسا بن صالح. يريد رئيس مجلس دستوري آخر. ونستطيع اليوم. رغم ما خلفه الرئيس السابق عبد المتفرقة. كان مفروض أن يقوم بتعديلات استجابة لمطالب الشعب. لنسبة الانتخابات الأسية. ولكن نستطيع اليوم القيام بدراسة سياسية للدستور. ونستطيع بالتفاهم أن نذهب إلى مرحلة انتقالية برئيس مجلس أمة جديد ورئيس مجلس دستوري جديد وحكومة جديدة غير لاهية. ونذهب في انتخابات رئاسية والشعب الجزائري. وتعديل المدى 193 لإعطاء صلاحية أوسع للمراقبة والإشراف وتنظيم الإعلان عن انتخابات لجنة مستقلة. هذا نستطيع القيام به سيدتي. وليس بصعبه. وهذا مطلب شعبي أساسي بدرجة الأولى. وعلى الشعب أن يختار بعد ذلك انتخب رئيس جمهورية الذي يراه مناسبا له. ولا أحد أقول لك. الحقيقة الشارع لم يطرح أحد. ولكن البعض يريد أن يطرح أسماء. لذلك سيدتي أربما كان يطرح بعض الأسماء. أثار جدل وأثار تخوف توجسا. حتى أن الطرف الفرنسي كان يراهن على مرحلة انتقالية من اجترتيب أوراقه. لأنه يخاف من ذهب بهذا الزخم الشعبي إلى انتخابات رئاسية. تنتج رئيس جمهورية منتخب شعبيا قوي داخليا. ولا يخضع لإملاءات فرنسا. ولا يخضع إلى منطق آخر. وربما أرجع إلى سؤالك. تدخل الخارجية. لابروف وزير الخارجية الروسي. وحتى الرئيس فاديبير بوتين أكد في ثلاث برات عدم التدخل في الجزائر. لأن هناك معطيات معلومات أكيدة. أن هناك دول خارجية تريد التدخل في الجزائر. من أجل دفاع المصالحة على حساب الشعب الجزائري. لذلك أقول لك سيدتي. أي مرحلة انتقالية اليوم خطيرة جدا. لأن اليوم نحن نجب أن نذهب بسرعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية. كما يطالب الشعب الجزائري. وعلى الشرع الجمهوري القادم أن يفتح ورشات أعتب هيكلة مؤسس الدولة. وفتح ورشة الدستور. لنناقش فيه بهدوء وتحت رجل قوي. لأن الرهانات الخطيرة الأمنية التي بحيط بنا. لا تسمح لنا أن ندخل في مرحلات أخذ ورد وحوار الجوفاء. وأراءم ومتشتتة. ربما ستشتت هذا الجميع الجميل. لذلك يجب أن نذهب إلى انتخاب رئيس قوي. من بعد ذلك كل شيء سهل. هل يمكن خصر التدخلات الخارجية؟ حتى لا يكون المصطلح فطفاد بالموقف الفرنسي. حتى أن بعض الصحف الفرنسية منها لوموند أشهر صحيفة فرنسية تحدثت عن دور سلبي للجيش. تقول الجيش يعتزم الحفاظ على نظام هو الركن المركزي فيه. وهذا ربما يثبت ما قاله قبل قليل ضيفنا سيد نصر الدين أنه يبدو أن هناك ما يشبه حالة العزاء في فرنسا اليوم. أكيد فرنسا لأن نائب وزدي فرنسا أركياني جبطان الشعب يمثل عدود لها. لأنها عطيت له تعليمات وتوجيهات من قبل أن يتوجه لشراء طائرة الرافاة الفرنسية. ورفضها رغم الإلحاح. ثم طلب منه أن يشتري فرقاطات متعددة المهام لفرام الفرنسية. ورفضها وتوجهها إلى ألمانيا من أجل فرقاطات ميكو ديميل. وتوجهها إلى روسيا واشترى سوخوي 30. كل هذا أزعج فرنسا. لأن فرنسا كانت تريد أن تبيع سلعتها البائرة التي لم تجد لها مشتري بأجل التدفع بالاقتصاد تحتها على حساب الجزائر. رفض سيل فريق نياب وزلي فرس أركيان جمهورة الشعبي ديبلوماسية الشيك على حساب بناء قواتنا مسلحة. ولذلك منذ 2014 عكف على بناء قوات مسلحة ومحاربة إلهاب. ولأى بنفسه عن ما يدور في الساحة. ولولا تفطنه في المدة السابقة لبناء جيش. لما كان اليوم جعل أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر ومواجهة أي انهيار. واليوم قوة الجيش التي سمحت للشعب أن يتنفس هو بفضل هذا النأي عن نفس وبناء قوات مسلحة عصرية قادلة على أرض الاستعداد. وأقول لك الدليل على ذلك سيدتي. وقع هناك تحركات مناورات مغربية أمريكية بالجهة الغربية. ثم تلتها مناورات تونسية أمريكية. وتحرك حفطر بقواته لم أنتهي نحو الشرق لدفع الجماعة الإرهابية إلى الحدود الجزائرية. جماعة داعش وجماعة المرابط التي تتواجد بين 7 إلى 24 كم على الحدود الجزائرية. هذا تدخل القوي من الجهة الجرقية الغربية لدفع جماعة الإرهابية إلى الجزائرية. وإحداث إرباك. إلا أن السيد فريق أمر منذ أسبوع بإجراء تمرين على عجل في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة جانت. وكان التمرين قوي جدا بالدخرة الحية باشتراك قوات البرية والجوية. سمي التمرين رد هجوم معادي بقوة. وكان التمرين بنجاح جد عالي وبكفاءة عالية. ردا على من تحسوي له نفسه ضرب السيقاء للجزائر. وظن منه أن هذا الحراك سيؤثر على جاهزية قواتنا المسلحة. لذلك أقول لك سيدتي. هناك تهديدة خطيرة. هناك لعب خاصة من قواتها. ما يزري في ليبيا أيضا خطير جدا. وتتخوف منه بالتأكيد الجزائر. أكيد سيدتي. لأن فرنسا متواجدة في ليبيا. وحفتر مدعوم فرنسيا. ولذلك كل هذه البصرحية هي من أجل ضرب الجزائر. لأن مصالح فرنسا مهددة في الجزائر. بعد أن نذهب الانتخابات الرئاسية. ونأتي برئيس قوي. أكيد سيقول لفرنسا لمكانك. لأنه لسنا بحاجة من يدعم شرعية الشعبية. هي أولا. سيدة عبد المجيد مناصرة. هناك أيضا نقطة يجب أن لا نخفرها. موضوع الفساد والملفات التي فتحت. ومنع رجال أعمال من مغادرة الجزائر. لأنهم نهبوا خيرات البلاد. كما رفعت الشعارات. وهنا أيضا سؤال بسيط. أين كانت المعارضة من كل هذا؟ نحن نتحدث عن تراكمات. ليس بيوم وليلة وضخاها. تم نهب ثروات بالمليارات. أين كانت المعارضة؟ لم نسمع عن فتح أي ملف من قبل المعارضة لهؤلاء. المعارضة لم تتوقف في يوم من الأيام عن التنديد بالفساد والفسدين داخل البرلمان وخارج البرلمان. طرحنا أسبا. طرحنا ملفات. كثير من هذا الحديث. أنتم كأنكم تكتشفون الجزائر اليوم. وتريدون أن تحكموا على السنوات السابقة بنظرة اليوم. الخطاب السياسي كله كان يندد بالفساد. لكن من بيدي محارضة؟ هذا تنديد بالفساد. كل يقولوا عفوان يا سيد عبد المزيد. ولكن نحن نتحدث عن فتح ملفات كما هو حاصل حاليا. هل المعارضة هي من تملك المحاكم؟ فتحتم ملفات الفساد وبيّن في أرقام؟ بالأرقام، بالملفات، بالأسماء والشعب يألم ذلك. ليس أمر غامض أو مستتر. لكن ما ليملك القضاء؟ يتملكه السلطة. القضاء كان متواطم على السلطة. لا يمكن أن يحارب فساد إلا إذا أمر بملف معين. أغلبية البرلمانية كانت لا تجرع على أن تمس أي ملف الرئيس. كل من حوله كان فاسد. ولذلك نحن رأينا في مؤخر قبل سنة الجهة الوحيدة التي حاربت الفساد. عندها هي المؤسسة العسكرية. لا توجد مؤسسة حاربة الفساد مثل المؤسسة العسكرية. سمعنا بخمس جنرال كبار وحيلوا على المحاكم. متم التحقيق وطبعا وزيلوا من أماكنهم. كنا ندفع نحو أن الحكومة تحارب الفساد. ليس مطلوب المعارضة التي ستحكم لي. ليس في يدها القضاء. في يدنا مواقف. عندما يتاح لنا الحديث في الإعلام. نتحدث في خطاباتنا السياسية. في كل هذا نقوم به. طبعا ونحاول أن نقدم نماذج. صحيحة. لم نتوقف في يوم واحد عن التنديد بالفساد. ولكن قنوات التعبير والنفوذ والتأثير كانت جد محدودة. ولم تكن أي مؤسسة مكلفة بمحاربة الفساد قامت بدورها. لا مجلس محاسبة. ولا مركز هذا المكلف بمحاربة الفساد. ولا مجلس منافزة. ولا كل هذه المؤسسات. كنا في نظام الرجل الواحد. الذي لا تتحرك أي مؤسسة. وهنا دور المعارضة. هنا ربما الشجاعة والزرعة يجب أن تأتي من المعارضة. وإلا تكون كمن يسكت عن الحق. المعارضة لا ترقصها الشجاعة. أنت كأنك تتكلم على نظام ديمقراطي في بلد متطور. لو كنا في نظام ديمقراطي لما كان هذا الذي يحصل. ونحن في نظام الرجل الواحد لا أحد يتحدث أمامه. المعارضة مهمشة ومقبوعة. ولذلك ثار الشعب. لماذا ثار الشعب؟ لو كانت المعارضة تملك كل الصلاحية. لما ثار الشعب. الشعب عندما ثار أراد تصحيح الوضع. أراد أن يقيم الأمور على ميزان الشعب. وميزان الإرادة الشعبية. اليوم الذي دفع إلى محاربة الفساد. ليس لدى السلطة. هو الشعب. لأن هؤلاء الفسادين كانوا معروفين لعوامر. من لا يعرف فلان وفلان أنه فاسد؟ كل الناس تعرف. ولكن من استطاع أن يدفع بهذه الملفات؟ هو الشعب الآن. لا الإعلام الحر الخاص استطاع. ولا المعارضة استطعت. ولا المؤسسات الدولة الأخرى كان يمكنها أن تحارب الفساد. إلى درجة أن الفساد أصبح متغولا إلى درجة. هو الذي يحارب الصالحين. هو الذي يحارب النزهاء. الفساد لم يعد على الهامش. كان في العمق. كان هو السيد. كان هو الحاكم. كان هو الذي يحارب أي صلاح وأي إصلاح. ويحارب النزهاء. سواء من خلال الانتخابات السياسية. أو حتى من خلال القضايا الاقتصادية. وقضايا الإدارية. وقضايا القضائية. على كل هذا أيضا ما كافي له الدستور. عندما تنص المادة السابعة. لأن يكون الشعب هو مصدر السلطات. والسلطات. وبرافو عليه الشعب. أنه استثمر هذه المسألة. ونزل بهذا الزخم. وكان في الحماس والوعي الكافي. واستنادا إلى الدستور. سيد نصر الدين بن حديد. ما المتوقع الآن للمرحلة المقبلة. نتحدث عن الأسابيع القليلة المقبلة. أو الأشهر القليلة المقبلة. هل عبرت عن تفاؤلك في البداية. هل نستطيع القول أننا بالفعل سنشهد خواتيم سعيدة لهذا الحراك في الشرع الجزائري. هناك أغنية تغني في الملاعب الجزائري. هذه البداية ومازال مازال. أعتبر أننا الآن أمام مصار تصحيحي متميز. الجيش الآن بصدد تصحيح البنية الأمنية والعسكرية والمخابراتية في البلاد. الكرة الآن هي في مرمى النخبة السياسية. وسأكون رحيما بالمعارضات. ووافق سيد مناصر عما يقول. يجب أن تعرف خبث النظام الجزائري أو منظومة بوتفليقة. لأنه يسمي النظام منظومة بوتفليقة. الذي كسرت المكسر وفتت المفتت. ومن ثم المعارضات القوية الجيدة كانت في حالة الدفاع ولم تكن في حالة هجوم. وقد كانت تنأى بنفسها عن مصارعة الدولة. ليس فقط بالخوف بل بعدم ادخال البلاد إلى دوامة العنف من جديد. ومن ثم السؤال الآن حول المرحلة الانتقالية. لا تفق مع سيد العريبي أن الجيش يريد انتخابات سريعة. لأنه يجب أن تتوفر شيعين. أن تتوفر هيئة مستقلة تشرف وتنظم الانتخابات. وثانيا والأهم الفترة اللازمة للأحزاب لكي تلملم جراحها وتستطيع تقديم مترشحين. وثالثا وجود حكومة تداثق في الشعب. وهذه المطالب الثلاثة هي مطالب الشعب بأكمله. ومن ثم لا أظر أن الجيش سيسرع في الانتخابات. لأنه سيكون في معارضة مع الشارع والجيد صالح أعلنها. ومجالة الجيش أعلنتها بالمنط العارض على صفحة الأولى التي صدرت اليوم والبارحة. أن الشعب مصدر التشريع ومصدر الشرعية. ومن ثم أعتبر أن الرهان والكورة الآن في مرمى السياسيين. والسيد مناصر أو جميع السياسيين. مطالبين بأن يكونوا في مستوى الانتظارات التي عقد الشعب فيهم وعليهم. والكل يترقب ويتابع ما يجري في الجزائر. ونتمنى الحرية كما عودنا دائما الشعب الجزائري. الذي قاد نضالات كبيرة منذ الاستقلال وغاية اليوم. أنا أشكرك جزيلا سيد ناصر الدين بن حديد الكاتب السياسي الجزائري حدثتنا من تونس. شكرا جزيلا لك سيد عبد المجيد. شكرا لك سيد عبد المجيد مناصر القيادي في حركة مجتمع السلم. والسيد عبد الحميد العربي شريف العقيد المتقاعد في الجيش الجزائري. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. وشكرا لمنتج ندوة الأسبوع زاهر أبو حمدي والي المخرج حسن راضي إلى اللقاء. اشتركوا في القناة